اشتركوا في القناة وقد قدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتية الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وبدورها أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم وتكنيس الأعلام داخل البلاد وفي السفرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من جانبها أعلنت سلطنة عمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص مدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم في وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة رحمه الله كما نعت دولة قطر أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وقال بيان صادر عن الدوان الأميري القطري إن دولة قطر تشاتر شقيقتها دولة الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم وقد اعتبر الأردن أن الأمير الراحل نواف الأحمد كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته وقال بيان للدوان الملكي الهشمي الأردني إن الملك عبد الله الثاني عبر عن حزنه بوفاة الأمير الراحل معربا أو معزيا عائلة الصباح وعموم الشعب الكويتي من جانبه أعلنت جمهورية مصر العربية الحداد ثلاثة أيام في كافة أنحاء الجمهورية على رحيل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح وقالت الرئاسة المصرية إن الأمير الراحل كان داعما لأمته العربية والإسلامية حريصا على شؤونها وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين بدوره نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني ببلغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت الشقيقة رحمه الله متقدما بأصدق التعازي وخالص الموساة لحكومة والشعب الكويت الشقيق هذا وقد نعت المملكة المتحدة أمير الكويت الراحل حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني أن سموه كان صديقا للمملكة المتحدة وستتذكر بلاده بكل تقدير ما أزداه من أعمال لتقوية العلاقات الثنائية